السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الفيديو سوف أقوم بشرح قصيدة حما فلسطين للشاعر عبد الرحيم محمود طبعا في البداية يا سادس عنوان هذه الوحدة فلسطين عربية طبعا هذه القصيدة هي قصيدة جميلة جدا طبعا هي بعنوان حما فلسطين طبعا كما تعودنا يا سادس سأقوم في البداية بقراءة هذه القصيدة حما فلسطين الشاعر عبد الرحيم محمود سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى فإما حياة تسر الصديقة وإما ممات يغيظ العدى ونفس الشريف لها غايتان ورود المنايا ونيل المنى وما العيش لا عشت إن لم أكن مخوف الجناب حرام الحما أرى مصرعي دون حق السليب ودون بلادي هو المبتغى لعمرك هذا ممات الرجال ومن رام موتا شريفا فذا فكيف اصطباري لكيد الحقود وكيف احتمالي لسوم الأذى بقلبي سأرمي وجوه العدات فقلبي حديد وناري لضى وأحمي حياضي بحد الحسام فيعلم قومي بأن الفتى إذن يا سادس بالنسبة لهذه القصيدة هي للشاعر عبد الرحيم محمود طبعا إذن هذا بالنسبة للشاعر هو شاعر فلسطيني ولد في مدينة طول كرم إذن علينا أن نحفظ يا سادس أن اسم الشاعر أنه عبد الرحيم محمود وأنه شاعر فلسطيني ولد في مدينة طول كرم وأيضا أنه اشتهر بقصائده الوطنية واستشهد في معركة الشجرة في فلسطين طبعا هي معركة وقعت بين العرب من أهالي الشجرة في فلسطين واليهود طبعا وانتهت باحتلال اليهود للبلدة وتهجير سكانها طبعا في البداية أو من عنوان هذه القصيدة حمى فلسطين طبعا ماذا نقصد يا سادس بالحمى هو ما يدافع عنه ويحمى أي المقصود به الوطن إذن حمى هو ما يدافع عنه ويحمى أي نقصد به يا سادس الوطن طبعا في بداية القصيدة نلاحظنا شاعر يقول سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاو الردة نلاحظ القوة أو قوة الشاعر وإرادته وعدم خوفه في بداية القصيدة إذن نلحظ هنا من خلال قراءتنا لهذه القصيدة ومن خلال تحليلها ومن خلال ألفاظها قوة الشاعر وإرادته فهو يقول سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاو الردة إذن راحتي أي بمعنى كف اليد طبعا سأحمل روحي وألقي بها أي بمعنى أرمي طبعا في مهاوي مهاوي أي بمعنى أي مصارع أو ساحات الموت الردة وهو الهلاك أو الموت لاحظوا هنا أن الشاعر يقول أنه سيحمل روحه على كف يد ويلقي بها في ساحات الموت والهلاك إذن هنا يغامر الشاعر بروحه فيأخذها بيده ويلقي بها في دروب الموت والهلاك أي أنه سيضحي بنفسه فداء للوطن إذن هنا الشاعر سيذهب إلى الموت بقدميه سيذهب إلى الموت برجليه هو غير خائف من الموت بالمهم بالنسبة للشاعر أن يحمي وطنه أن يدافع عن وطنه إذن هنا يغامر بروحه فيأخذها بيده ويلقي بها في دروب الموت أو الهلاك أي أنه سيضحي بنفسه فداء للوطن أهم شيء بالنسبة له هو حماية الوطن الدفاع عن الوطن هو غير خائف من الموت سيذهب إلى الموت بقدميه إذن هنا طبعا لاحظوا لدينا صورة فنية عندما قال سأحمل روحي على راحتي هل هو فعليا سيحمل روحه على كف يده إذن هنا لدينا صورة فنية صور روحه بشيء يحمل فيضعه على راحة يده ويلقي بها في مهاوي الردى طبعا إذن ينتقل الشاعر للبيت الثاني ويقول فإما حياة تسر تسر أي بمعنى تسعد الصديقة وإما ممات يغيظ العدى يغيظ أي بمعنى يقهر والعدى أي بمعنى الأعداء أو اليهود إذن العدى وهم الأعداء أو اليهود لاحظوا جيدا هنا يرى الشاعر أنه ليس في العيش خير إلا أن تسر صديقك بأفعالك أو أن تموت بشجاعة تغيظ بها الأعداء إذن هنا يرى الشاعر أنه ليس في الحياة أو في هذا العيش خير إلا أن تسر صديقك بأن تحيا حياة طبعا كيف تكون الحياة سارة للصديق بأن يحيا حياة حرة شريفة حياة فيها عز حياة فيها كرامة حياة ما فيها لا ذل ولا إهانة ولا استسلام طبعا وإما أن تموت بشجاعة هذه طبعا تموت بطريقة تقهر أو تغيظ بها الأعداء إذن يرى هنا الشاعر أنه ليس في العيش خير أو ليس في الحياة خير إلا أنك أنت تسر صديقك بأفعالك كيف تكون الحياة سارة للصديق بأنك تحيا حياة حرة شريفة فيها عزة فيها كرامة أو أن تموت طبعا أن تموت بشجاعة موت طبعا تقهر أو تغيظ به الأعداء إذن هذا بالنسبة للبيت الثاني ينتقل الشاعر للبيت الثالث ويقول ونفس الشريف لها غايتان ورود المناية ونيل المنى لاحظوا هنا يقول الشاعر ونفس الشريف طبعا الشريف هو الشخص العزيز الحر إذن الشريف هو الشخص العزيز الحر لها غايتان أي بمعنى هدفان ورود المناية أي بمعنى خوض المهالك طبعا نيل أي بمعنى تحقيق أو الحصول المنى هو مراده أو بمعنى مطلبه إذن لاحظوا هنا يقول الشاعر أن الإنسان الشريف لا يتمنى في حياته إلا أن يعيش فيحقق مراده أو أن يموت دون ذلك فالشخص الشريف الشخص الحر الشخص العزيز طبعا لديه غايتان أو الغايتان اللتان يتصب إليهما نفس الشريف ورود المناية ونيل المناة أي أنه الغايتان أو الهدفان اليسعى إليهما هما النصر أو الشهادة في سبيل ألا إذن أن ينتصر على الأعداء أو أن يموت شهيدا في سبيل إلا إذن الغايتان اللتان يتصب إليهما نفس الشريف هما ورود المناية ونيل المناة أي النصر أو الشهادة في سبيل إلا لدينا هنا صورة فنية صور المناية بالطرق التي تسلك وصور الشهادة بالجائزة التي يطمع الجميع لنيلها انتقل الشاعر البيت الذي يليه وقال وما العيش لا عشت إن لم أكن مخوف الجنابي حرام الحما إذن لاحظوا جيدا أو ركزوا معي جيدا في هذا البيت عندما قال إن لم أكن مخوف الجناب ماذا نقصد بالجناب أي بمعنى الناحية أو المقصود به الهيبة أو أنه يخافه الأعداء طبعا حرام الحما الحما أي بمعنى وطني محرم على الأعداء أنه يحمي وطنه وطنه محرم على الأعداء لاحظوا هنا يتساءل الشاعر مقيمة العيش بل لا أريد هذا العيش إن لم أكن مخيفا لأعدائي محمي الحرمات أو ممكن أن نقول هنا أن الشاعر يقول لا حاجة لحياتي إن لم أكن قادرا على حماية وطني والدفاع عنه أو لا يخافني الأعداء شاعر هون بيحكي أنا ما بدي الحياة ما في داعي أصلا إني أعيش إذا أنا ما كان عندي القدرة إني أخيف أعدائي أو إني أعيش مثلا إني أخيف أو أنا ما بدي الحياة إذا ما كنت أنا مخيف أو لأولاء الأعداء أو إذا طبعا ما بدي الحياة إذا أنا ما كنت قادر على حماية وطني والدفاع عنه إذن هنا الشاعر يقول إنه ما في قيمة ما في أهمية للحياة إذا ما كان عندي القدرة إني أدافع عن وطني إني أحمي وطني ما كان عندي القدرة إني أكون إلي هيبة أعدائي يخافون مني طبعا هنا يقول الشاعر إني أنا ما بدي الحياة وما بدي أعيش إذا ما كان عندي القدرة على حماية وطني أو الدفاع عن وطني إذن حماية وطني أو الدفاع عن ماذا يا سادس أو الدفاع عن وطني إذن ركزوا معي جيدا هنا إذن في هذا البيت تتحدث هذا الشاعر عن العيش الكريم طبعا وما العيش ولا عيش إن لم أكن أخوفة جنابي حرام الحما طبعا العيش الكريم بالنسبة للشاعر هنا إنه يكون الرجل في وطنه مهيب الجانب وتكون حدود وطنه محمية إذن في هذا البيت ركزوا جيدا في هذا البيت يتحدث الشاعر عن العيش الكريم طبعا هذا العيش الكريم في أن يكون الرجل في وطنه مهيب الجانب وتكون حدود وطنه محمية إذن برأي الشاعر هذا هو العيش الكريم أنه يكون في وطنه مهيب الجانب وتكون حدود وطنه محمية ينتقل الشاعر للبيت الذي يليه ويقول أرى مصرعي دون حق السليب ودون بلادي هو المبتغى طبعا مصرعي بمعنى مقتلي إذن مصرعي بمعنى مقتلي طبعا أرى مصرعي دون حق السليب طبعا ماذا نقصد بالسليب أي بمعنى المسلوب أو المسروق ماذا يقصد أصلا بحقه السليب اللي هي أرض المسروقة أو المختصبة وهي فلسطين أرض المسروقة وهي فلسطين ودون بلادي هو المبتغى المبتغى وهو أي بمعنى المراد أو المطلوب إذن يرى الشاعر في هذه القصيدة أن يقتل ولا يسلب منه حقه أو تضيع بلاده ومصرعه هو الذي يبتغي ويطلبه لأنه فيه الشهادة في سبيل إلا إذن لاحظوا جيدا يقول الشاعر أنه بالنسبة له يفضل أن يقتل يفضل أن يموت ولا أن يسلب منه ولا أن تسرق منه أرضه أو تضيع بلاده طبعا وحقه في بلاده هو الشيء الذي يريده أو يبتغي أو هو الشيء الذي يطلبه إذن وحقه في بلاده هو الشيء الذي يبتغي أو هو الشيء الذي يطلبه لدينا هنا صورة فنية صور الشاعر موته ومصرعه وكأنه رجل يقف أمامه ويرى إذن صور الشاعر موته أو مصرعه وكأنه رجل يقف أمامه ويرى إذن هنا الشاعر يقول أرى مسرعي دون حق السليب ودون بلادي هو المبتغى إذن الإشي اللي بيبتغي هو حقه في بلاده ويرى أن يقتل إذن هو بفضل أنه ينقتل وفضل أنه يموت ولا أنه يسرق أو يسلب منه حقه أو أنه تضيع بلاده إذن هو يرى أو يفضل أن يقتل ولا أن يسلب منه حقه أو أنه تضيع بلاده طبعا ومسرعه هو الذي يبتغي ويطلب لأنه فيه الشهادة في سبيل الله وهو الإشي اللي بيبتغي أيضا ويطلبه هو حقه في بلاده انتقل للبيت الذي له وقال الشاعر لعمرك هذا ممات الرجال ومن رام موتا شريفا فذا إذن لعمرك وهي أسلوب قسم إذن هذا أسلوب قسم هذا ممات الرجال ومن رام رام أي بمعنى طلبة إذن رام أي بمعنى طلبة موتا شريفا فذا أي بمعنى هذا هو إذن أي بمعنى هذا هو ركزوا معي جيدا يا سادس يقول الشاعر هنا لعمرك هذا إذن هنا يقسم الشاعر أن موت الإنسان بهذه الصورة هو موت الرجال ومن أراد موتا شريفا فها هو هذا إذن هنا يقسم الشاعر أنه هذا ممات الرجال ومن أراد موتا شريفا فهذا هو الممات إذن هنا يرى الشاعر أو يقسم الشاعر أنه موت الإنسان وهو يدافع عن وطنه موت الإنسان وهو يحمي وطنه هذا هو الموت الشريف إذن هذا هو الموت الشريف وهذا هو موت الرجال فمن أراد أن يموت بطريقة شريفة فعليه أن يموت وهو يدافع ويحمي وطنه إذن فعليه أن يموت وهو يدافع ويحمي وطنه ويحافظ على وطنه إذن يقسم الشاعر أن موت الإنسان بهذه الطريقة هو موت الرجال موت الإنسان هو بدافع عن وطنه هو بحمي وطنه هذا هو موت الرجال واللي بريد موت شريف موت فيه عزة موت فيه كرامة موت فيه رفع عليه أن يموت بهذه الطريقة عليه أن يموت وهو يدافع عن وطنه وهو يحمي وطنه من الأعداء عليه ألا يقبل بالذل عليه أن لا يستسلم إذن عليه ألا يقبل بالذل وعليه أيضا أن لا يستسلم طبعا نكمل ذلك تقل الشاعر للبيت الذي يليه وقال فكيف استباري لكيد الحقودي وكيف احتمالي لثوم الأذى لاحظوا جيدا هنا يقول الشاعر أو يتساءل هنا فكيف استباري استباري أي بمعنى تحملي وصبري إذن استباري أي بمعنى يا سادس تحملي وصبري لكيد الحقودي طبعا كيد الحقود أي بمعنى خداع ومكر العدو وكيف احتمالي لثوم الأذى ماذا نقصد بالثوم أي بمعنى مشقة الأذى والظلم لاحظوا هنا يتساءل الشاعر يستخدم هنا كيف يقول يتساءل الشاعر كيف يصبر نفسه على كيد الحاقدين على كيد الأعداء وكيف يتحمل أصناف الأذى والإهانة ولا يفعل شيء إذن هنا يقول الشاعر كيف ممكن أن أتحمل كيد هذا العدو كيف أن أتحمل هذا الاحتلال كيف أن أتحمل طبعا الإهانة والذل وكيف أتحمل مشقة الأذى والظلم والإهانة إذن هنا الشاعر لا يستطيع أن يتحمل ذلك لا يستطيع أن يجلس أو أن يبقى من غير فعل أي شيء أو من غير أن يدافع عن وطن الشاعر هنا لا يرضى بالذل لا يرضى أبدا بالإهانة إذن هنا يتساءل الشاعر كيف يصبر أو كيف يتحمل أو كيف يصبر نفسه على كيد الحاقدين وكيف يتحمل أصناف الأذى والإهانة ولا يفعل شيء لا يستطيع الشاعر أن يجلس مكتوف الأيدي ولا يفعل أي شيء لا يرضى أبدا بالذل لا يقبل أبدا بالإهانة لا يرضى أن يجلس دون فعل شيء وبلاده محتلة وبلاده مسلوبة إذن هنا الشاعر لا يتحمل هذا الشيء لا يتحمل الإهانة ولا يتحمل الذل لاحظوا هنا عندما قال كيف الصبار لكيد الحقود هنا وصف الشاعر العدو بالكائد الحقود إذن وصفه بالكائد الحقود إذن بما وصف هنا الشاعر العدو المحتل وصفه بالكائد الحقود إذن هنا الشاعر يقول لا يستطيع أن يجلس مكتوف الأيدي بدون أن يفعل شيء لا يرضى أبدا أن يجلس وأن يتحمل الذل والإهانة بل هو سيقاتل سيدافع عن وطنه وسيحمي هذا الوطن ثم يقول الشاعر بقلبي سأرمي وجوه العداء فقلبي حديد وناري لضاء إذن بقلبي سأرمي وجوه العداء العداء بمعنى الأعداء فقلبي حديد قلبي حديد أي بمعنى إرادتي قوية وناري لضاء أي بمعنى مشتعلة وحارقة لاحظوا هنا جيدا القوة في المصطلحات أو المفردات اللي بيستخدمها الشاعر لاحظوا القوة أو المصطلحات أو هالمفردات اللي بيستخدمها الشاعر أو الألفاظ بدل على أنه عنده قوة عنده إرادة لا يرضى أبدا بالذل ولا يستسلم فيقول بقلبي سأرمي وجوه العداء إذن هنا سيرمي الشاعر أعداءه بقلبه لأنه طبعا قلبه من حديد طبعا وهو نار أو ناره حارقة وهذا الإشي بدل على قوته وشدة شجاعته هذا الإشي دليل على قوته وشدة شجاعته إذن هنا لاحظوا عندما قال فقلبي حديد صور الشاعر طبعا لدينا هنا صورة فنية صور الشاعر قلبه بكأنه حديد إذن صور الشاعر قلبه بالحديد وصور أو ممكن نقول صور قلبه بقطعة من نار محترق سيرميها في وجه عدوه إذن سيرميها في وجه عدوه إذن هنا لدينا صورة فنية صور الشاعر ممكن أن نقول قلبه بالحديد أو بقطعة من نار محتلق سيرميها في وجه العدوه إذن هنا سيرمي الشاعر أعداءه بقلبه لأنه قلبه من حديد وهو كالنار النار المشتعلة الحارقة سيحرق أعداءه وسيقضي على أعداءه هذا الإشي بدل على قوته وشدة شجاعته الشاعر لا يرضى أبدا أن يجلس مكتوف الأيدي لا يرضى أبدا أن يجلس دون أن يفعل شيء بالعكس هو سيقاوم سيقاتل سيدافع عن وطنه سيحمي وطنه إذن هو سيرمي أعداءه بقلبه بقلبه المنحديد وهو نار قلبه مشتعلة إذن نار قلبه هنا مشتعلة وهو نار حارقة سيحرق أعداؤه هذا الإشي بذل على قوته وشدة شجاعته طبعا في النهاية يقول لنا الشاعر في نهاية هذه القصيدة أو في الختام هنا يقول الشاعر لاحظوا هنا ماذا يقول الشاعر وأحمي حياضي بحد الحسام فيعلم قومي بأن الفتى إذن هنا أحمي حياضي أي بمعنى وطني إذن أحمي حياضي أي بمعنى وطني بحد الحسام ماذا نقصد بالحسام وهو السيف إذن الطريقة اللي بدي يحمي فيها وطنه الطريقة اللي بده يحرر فيها فلسطيني اللي هي بحد السيف إذن بحد السيف سيحمي حياضه أو سيحمي وطنه بحد السيف فيعلم قومي بأن الفتى إذن سيحمي الشاعر وكل حر عربي دياره إذن سيحمي الشاعر وكل شخص حر عربي وشريف لا يرضى بالذل والإهانة سيحمي دياره بحد السيف فيعلم قومه بأن هذا الفتى هو الذي يستحق أن يفتخر به إذن سيحمي الشاعر وكل شخص حر كل شخص عزيز سيحمي وطنه بحد السيف سيقاتل سيدافع عن وطنه لن يجلس مكتوف الأيدي فيعلم قومه فسيعلم الجميع بأن هذا هو الفتى الذي يستحق أن يفتخر به إذن هنا نهاء الشاعر أنه يرى الطريقة التي سيحرر فيها فلسطين ويحمي فيها وطنه فلسطين من خلال حد الحسام إذن فكل شخص حر شريف سيسعى إلى حماية وطنه بحد السيف وسيعلم الجميع بأنه هو هذا الشخص الذي يستحق أن يفتخر به إذن هكذا أكون وصلت إلى نهاية شرح هذه القصيدة طبعا يا سادس بالنسبة لها الأفكار هي الموت في عزة خير من حياة ذليلة إذن الموت في عزة هو خير من حياة ذليلة الموت في سبيل الله دفاعا عن الأوطان هو شرف عظيم جدا ورود ساحات الموت أفضل من التصبر على كيد الحقود والأذى كما قلنا سابقا الشاعر لا يرضى ولا يقبل أن يجلس مكتوف الأيدي ولن يصبر أبدا ولن يتحمل ذل الأعداء والإهانة لكنه سيدافع عن وطنه وسيقتل الأعداء ويحرر وطنه بحد السيف طبعا هكذا أكون انتهيت من شرح هذه القصيدة يا سادس بالنسبة لاستخراج القواعد وحل الأسئلة سيكون إن شاء الله في حصات الزوم ترجمة نانسي قنقر